هدوء على الجبهات الليبية بدأ سريان الهدنة المعلنة من قبل رئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين حكومة الوفاق أعلنت استجابتها لطلب الرئيسين بيانها شدد على ضرورة إرسال لجان عسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار كما أكد ضرورة إشراف الأمم المتحدة على تطبيق الهدنة بالتزامن مع دعم حكومة السراج أي مسار سياسي لحل الأزمة في البلاد رحبنا بالمبادرة الروسية التركية التي تهدف لوقف إطلاق النار ونرحب بجميع المبادرات التي تستهدف إيقاف العدوان على أن تكون متسقة مع شرطنا بالانسحاب الكامل المعتدي لكننا من واقع التجربة الطويلة والمريرة لا نثق بأي عهود يقدمها المعتدي فالخداع هو منهجه موقف حكومة السراج قابله آخر من القوات العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر التي أعلنت وقفا لإطلاق النار وربطت الأمر بالتزام حكومة الوفق تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية وذلك احتبارا من الساعة 24-01 الموافقة 12-01-2020 على أن يتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت وسوف يكون الرد قاسيا على أي خرق لهذه الهدنة الأمم المتحدة رحبت بدورها بالاتفاق ودعت الطرفين إلى الالتزام به بما يسمح بإعادة المسار السياسي لحل الأزمة وإنهاء المعارك دعوات تواجه تحديات لعل أبرزها جدية أطراف الصراع بالالتزام بوقف إطلاق النار وقبول الحوار